إنه لمن المؤسف أن يأتي اجتباعنا اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية وظروف تهدد الأمن الإقليمي وتهدد مفهوم التعايش بين شعوب المنطقة المفهوم الذي سعين لتكريسه عبر السنوات الماضية حيث تستمر الإجراءات أحدية الجانب المخالفة للشرعية الدولية من استطان وهدم للمنازل وتهجير ومصادرة للأراضي وعمليات تهويد ممنهجة للقدس واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية على نحو يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد منفلات الأوضاع الأمنية كما يزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين ويضع الطرفين والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة لذلك فإنني أغتنم هذه المناسبة لتجديد دعواتي للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل معا على إنفاذ حل الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي كما أدوى الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل